مرحبا يعطيكم العافية في ما لا تعرفوا عن كندا نمبر 2 اليوم بصادف 17 إبريل أو نيسان في هذا اليوم سنة 1982 أعلنت ملكة بريطانيا إليزابت ثاني الملكة الحالية خلال احتفال رسمي أقيم في العاصمة الكندية الفيدرالية أوتوان أن القانون والدستور الكندي يتبع لكندا طبعا هذا القانون رفض طوكي بيك في هذا الوقت وقامت بتوقيع الملكة إليزابت الثانية مع البرام منيستر أو رئيس الوزراء الكندي بيير تردو اللي هو أبو جاستين تردو الرئيس الوزراء الحالي طبعا تضمن هذا الدستور إضافة لوثيقة عامة كانت طبعا موقعت أو بداية الدستور الكندي اللي كانت في 1867 اللي احتفلنا بمئة وخمسين سنة لتأسيس كندا قبل سنة فيها طبعا شرعت هذه الحقوق لحقوق المواطن حقوق الحريات وعدلت الدستور وأصبح عندنا شيء اسمه كنيديان شارتر أوفرايت وفريدوم اللي هي قانون الحريات والحقوق أهم هذه القوانين هنحكي عنها الآن لكن توقيع هذه المعاهدة في أوتوا كان شيء رائع بالنسبة للكنديين لأنه يعتبر استقلال عن بريطانيا كندا ما زالت تحت كومنويلث ملكة بريطانيا هي الملكة الفخرية لكن الحكم الفعلي هو لرئيس الوزراء الكندي اللي بنتخبه الشعب هنحكي عن هذا الموضوع في حلقة ثانية عن طريق انتخاب البرلمان وأكبر عدد أكبر حزب ممكن يكون الحكومة الحقوق هاي اللي هي تضع الدستور الكندي أساس لها اللي هي حقوق حريات التعبير حريات التفكير حرية التجمهر السلمي حرية الصحافة حرية الديانة والتعبد حرية الكلام حرية التكلم باللغتين الرسميتين لكندا اللي هم الفرنسية والانجليزية حرية أو تعدد الثقافات احترام ثقافة أهل السكان الأصليين كل هذه الأمور بنحتفل فيها الآن في كندا بهذا اليوم وإن شاء الله تتابعونا على ما لا تعرفوا في كندا في حلقة أخرى نراكم ترجمة نانسي قنقر حرية التعبير